أنا بأقول إن العلاقات سلمية وبعدين حتى مع المشاكل اللي هي شكلها عويسة بس أن تتحل زي مثلا سد النهضة إثيوبيا ديها عندها سد والسد دوت بهدف التنمية في بلدها تجيب كهرابة تنمية طالما ده موجود أنا مسألة زي نزل سنتيمتر واحد من الماء في مصر بقى خط الأحمر وموضوع تاني خالص فعشان ما نوصلش تخط الأحمر دوت نفكر في مشروعات الموية بينه وبينه تيران وسنفير دي ده موضوع كترة بأحسن وموضوع تاخد فيه كرارات في مجلس الدولة والمحاكم أصدرت في كرارة مش هنيجي النهاردة نغير في هذه المنظومة المعمولة خلص فيه موضوع قانوني تعمل فيه كرارات في مجلس الدولة تعمل فيه وضع ثابت في الآخر فيه تعاون دولي بيتم ما انت مرضه مش هتيجي قبل كده ما انت مقفلت تيران وسنفير حصل إيه مش إسرائيل جات احتلتك واحتلت سينة واحتلت كله وده المخرج بتاعها للغذاء هتشرق بيتران ولا مراكب ففيه علاقات دولية بتحكمك ولكن الناحة القانونية ما ديه الأرض الموجودة هتشال على كدفك وتمشي بيها ما فيه كرارات في التعمل وفيه ترسيم حدود التعمل وفيه كرارات مجلس الدولة وفيه محاكم أصدرت كراراتها هنيجي احنا بقى نتكلم في الكلام ده كله من أول وقت